موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل أن يعيش الإنسان برضا ما أجمل أن يعيش بقناعة والرضا كنز والقناعة كنز وإن الذي ينشد الرضا حين يقرأ القرآن الكريم سيرى مولانا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أنعم الله عليك رزقك بمال أو صحة وعافية أو علم إلى غير ذلك من أرزاق الله ونعم مولانا سبحانه وتعالى التي تتنزل علينا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حلّا ودعوا ما حرّم إذا أردنا أن نكتسب الرضا وأن نعيش برضا وقناعة فلنعلم أن الذي يرزقنا هو مولانا وأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الذي يقسم الأرزاق هو الله كما تحدث مولانا سبحانه وتعالى بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نحن في نعم نتقلب في نعم مولانا سبحانه وتعالى والواجب علينا أن نرضى وأن نشكر الله على نعمه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على مزيد فضله ونعمه علينا لإن شكرتم لأزيدنكم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا أكبر همه والدنيا أكبر همه يعني نسي الرضا لم يرضى بقضاء الله وقدره لم يشكر ربه سبحانه وتعالى لم يطع ربه ولم يعبد من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله له أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الله أكبر ثم من الأمور التي تعيننا على أن نشعر بالرضا على أن نمتلئ بالقناعة أن ننظر إلى من هو أسفل مننا إلى من هو أقل مننا معيشة ولا ننظر إلى من هو أعلى مننا قال نبينا صلى الله عليه وسلم بل قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبِقَى هذا ابتلاء الفقر ابتلاء والغنى أيضا ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ينظر الله سبحانه وتعالى إليك أتصبر أم لا أتشكر أم لا قال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو معالج هذه القضية قال أنظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أقل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم أجدر أن لا تصغر نعم الله في أعينكم ينبغي أن نشعر بنعم الله علينا وأن نشعر بهذه الآلاء وتلك النعم وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى علينا ثم إذا رضيت سترى الخير قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه ما أجمل الرضا وما أجمل القناعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرضا وأن لا يجعلنا من أهل السخط أبدا اللهم اجعلنا من أهل القناعة والرضا رضنا وارضعنا رضنا وارضعنا يا مولانا واعطنا من فضلك يا الله يا رب العالمين يا رب صب علينا الخيرات صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا ولا تجعل عيشنا كدا ولا نكدا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله